اشتركوا في القناة تكلمنا في الأمس بما أشار إليه الدعاء الشريف حول مسألة الغفلة وقلنا أن الغفلة من المنجبات لفقدان كثير من البركات وهذه الغفلة في مضمون الفقرة الدعاء الإمام عليه السلام ربطها مع اليأس من رحمته قلنا في الوقت الإنسان الذي هو يخفل في مقابل الإنسان ينتبه وعادة ينتبه للأمور الخطيرة وقطعا لا يوجد أخطر علينا من نار جهنم يوم القيامة والعذو بالله مهما تكون الدنيا تحمل مشاق وتحمل صعوبات لكنها منقضية والإنسان يأمل في الدنيا أن تتغير الأحوال وإذا لم تتغير فهو بالنتيجة يكون على خير ويسلي نفسه أيضا بحياة الأنبياء وحياة الأولياء وحياة الصالحين وحياة الأمن الأطهار عليه السلام وحياة العلماء أن هذه الطبقة المنتخبة من البشر لم تكن حياتهم حياة جيدة يعني مقصود حياة جيدة في الدعاء والراحة بالعكس لعله كانت هناك معاناة مع عدائهم وترصدوا لهم بكل ما أوتوا من قوة وبعض الأنبياء قتل استشهد والأولياء كذلك شردوا وسجنوا ولأمل أطهار عليه السلام مع شيخهم الإمام الصادق قتل ومع شابهم كالإمام الجواد أيضا قتل فإذن الإنسان لا يخفل عن الآخرة والإمام عليه السلام بيّن على أن هذه الغفلة فيها مشاكل الجنة سأل إذا انتبه لهذا المخوف وهو الآخرة فبالنتيجة يحذر أخذ من الدنيا أو ما أخاذ لا تمثل عندهم قضية مركزية وإنما القضية المركزية الذي عنده أن يكون على سلام من دينه والشعار اللي رفعه الإمام أو رفعه علي الأكبر عليه السلام أثناء المسير لا يهمنا وقعنا على الموت أو وقع الموت عليه لماذا؟ لأن الجملة القبلها ألسنا على الحق؟ قال بلى هذه النقطة المهمة لأن الموت نتيجة حتمية لكل البشر وإن طال عمره فإذن الإمام عليه السلام في مقام أن الداعي قد تسلب من التوفيقات بين بعض الآثار للأفعال ومن جملة الآثار الإنسان يخفل فإذا غفل كانت النتيجة كما قلنا هذا ما تقدم من الموضوع في الأمس الإمام عليه السلام يكمل على نحو كما قلنا العلل بعض الأفعال معللة قال أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني الباطل من الفعل والباطل من القول وبطل هذا الفعل وهذا باطل وهذا بطال كل هذه المشتقات مقابل الحق قل جاء الحق وزهق الباطل والحق كأنه فيه جنب من الثبوت الباطل ليس فيه هذه الجنبة فهو عبارة عن شيء لا واقعية حقيقية له يعني لا يؤثر الآثار المرجوة الآن هناك لذائذ إنسان عنده لذائذ يلتذ بها وهذه اللذائذ تختلف باختلاف الأعضاء الأعضاء الإنسان التي يملكها عنده نبدأ الآن من العضو الأول والجوهر الأول وهو العقل العقل يلتذ بأشياء قد تكون معنوية يشعر بغبطة اليد قد تلتذ بأشياء في اللمس العين تلتذ بأشياء في النظر الذائقة تلتذ بالطعومات الأنف بالمشمومات وقد هذه الالتذاذات إذا تبدل عضو بآخر قد تكون ليس فيها هذه اللذة بعض المشمومات الإنسان إذا تذوقها قد يلفظها لأنها مثلا تكون مرة الطعام لكن إذا شمها يلتذ بها الباطل موارد الالتذاذات عادة الموارد مؤقتة وهي تكون عبارة أشبه بالسراب الإنسان إذا كان مثلا يفعل الأباطيل تحت هذا العنوان كل شيء يتعنون بغير الحق فلنفرض أنه يسمى باطلا تقريبا للأفهام لا أدخل في المصطلحات المنطقية الدقيقة المقابلة بينهما مقابلة الأضداد مقابلة النقائض فهذه الأشياء الباطلة الأباطيل مقدار تأثيرها هو بمقدار زمنها بمقدار وقتها يرى الإنسان نفسه مثلا يطرب إلى بعض المنكرات يشعر أنه التذى ما مقدار الفترة الزمنية الذي التذى بها هذه فترة الساعة مثلا انقضت الساعة فاللذائد انتهت يوم القيامة هذه الساعة ستكون وبال عليه فيتمنى أنها لو لم تكن وهكذا بقية اللذائذ التي تأخذ من غير الوجه الشرعية إنسان دائما عجول لا يفهم لا يعقل ما ينفعه بعد ذلك عندما تظهر هذه الأشياء على حقائق يوم القيامة الإنسان يقول يا ليته أو يا ليتني كنت بين هذه وتلك وبيني وبينها بونا بعيدة لكن أنا له ذلك وكل ما يقال ارجعوني لعلي أعمل صالحان هذا النداء لا يستجاب لأنه في الدنيا كان كذلك الإنسان في الدنيا لاحظوا بعض الأمراض تمر بالإنسان من باب التأذيب والإنسان على غير هدى إذا تعرض إلى ظنك يلجأ إلى الله يفزع إلى الله الله سبحانه وتعالى يفرج عنه بعد يوم أو يومين يرجع إلى ما كان عليه سابق وهكذا هو يتصور يخدع الله تبارك وتعالى يخادعون الله وهو خادع يتصور أنه أنا عندما تبت وكانت التوبة شكلية الله فرج عنه فيرجع مرة ثانية يتصور البلاء انتهى ثم سرعان ما يبتلى بابتلاء آخر وأيضا يدعو الله تعالى الله تعالى يفرج عنه لأن الله تعالى كما قلنا لا تضره هذه المعصية من العبد والله تعالى لا يفوته هذا العبد فينتظر به إلى أن يأتي أجلا وسيرجع هذا العبد خائبا منكسرا حقيرا يقف بين يدي الله تبارك وتعالى وكل شيء يحاول أن يعتذر العبد منه سيكون هو المحجوج لا عذر له أصلا فهذه الأباطيل كلها مهما تكون لا قيمة حقيقية لها وإنما بمقدار لذتها المؤقتة والوبال الذي سيحصل يوم القيامة فيها وإنما هذه الأعمال الظاهرية قد تتحول والعذب الله إلى عذابات يوم القيامة الإيمان عليه السلام من النكات التي بينها في حرمان الداعي أن رأيتني آلف مجالس البطالين بيني وبينها ألفة آلفها أرغب لها أجلس بينها وطبعا إنسان إذا جلس مع البطالين أو جلس مجالس البطالين لا شك أن هذا لمجلس الله لا يرضى به لأن هذا ليس مجلس حق وإنما مجلس بطلا ففضلا عن هذه الجلسة التي لا يريدها الله تبارك وتعالى هذا أثرها ما هو الأثر قال فبيني وبينهم خليتني ولعله من أسوأ العقوبات أن الإنسان لا يرتفت الخطر المداهم حوله من أسوأ العقوبات فإذا بقى هو مع البطالين لا يرتفت أن هناك شيء آخر فلاحظوا في الوقت الذي بعض الأفعال المعللة سابقا كان بها آثار الآن هذا الأثر أنه يترك الإنسان مع أهل الباطل يترك مع أهل الباطل بماذا لأنه يألث هو ينسجم مزاجه مع أهل الباطل وهذه المسألة قد نبتلي بها أخواني بس كل بحسبه سن في بعض الحالات تأخذه المجالس إلى أن يستدرج إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى حتى وإن كان بين صحب مؤمنين لكن الكلام يجر الكلام وإذا خرج لمجلس من ذكر حسن إلى ذكر سيء إلى بطلان هذا مجلس يبغضه الله تعالى الإمام عليه السلام كان يبين لبعض المؤمنين من أصحابه لاحظوا قال تجلسون نعم تتذاكرون فيما بينكم تذكرون مثلا المواعي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله القرآن نعم الإمام يقول هذه المجالس أحبها بيّن بها هذه الظوابط وهذا الشخص الذي كان في الكنيف ذكرنا الرواية قبل فترة ويطيل الجلوس الإمام عندما نبهه إلى الآية قال ما أسوى حالك لو مت على ذلك كان أحدهم يجلس أمام قاضي جور الإمام انزعج من جلوس أمام هذا القاضي قاضي جائر بعد أن ذكر قال ما يؤمن معنى الرواية أنه إن يأتي العذاب على هذه المدينة وأنت معه جلسة معينة يجلسها الإمام نبهه إلى ذلك فإذن هذه الأشياء كلها هي مستوجبة نعم الله سبحانه وبعض يرحمنا وإلا هو العقوبة والعزو بلال إنسان إذا خرج عن سمت العبودية تحققت المعصية وتحققت العقوبة لكن الله تعالى يرحم بنا في بداية الدعاء إلهي لا تؤدبني بعقوبتك بداية الدعاء كانت هذه لأن العقوبة قد إنسان إذا عقب ينتهي من الدنيا قد تكون عقوبة الموت فيحرم نفسه من بقية العمر الذي يمكن كان أن يستفيد منه فائدة فإذن الإنسان عليه أن يلتفت إلى أن أي المجالس يألف أي المجالس تنسجم معه أو هو ينسجم معه ثم قال أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني قبل أن نأتي لهذه الفقرة لا بد أن نلتفت إلى قضية أخواني هذه الأشياء التي بيّنها الإمام عليه السلام لا يعني أن هذه الصفات لا تتداخل فيما بينها يعني ليس الكلام على أن كل الصفة تكون على حدة يعني أتلبس بهذه الصفة دون غيرها وإنما هذه الصفات تتداخل يعني يمكن أن تجتمع هذه الأمور في شخصية الداعي هو يألف مجالس البطالي وغافل هو لا يأتي للعلماء هو يستخف بحقوق الله وهو يعرض عن الله كلها قد تجتمع بواحد بتعبير المناطق العبر هي ليست مانعة خلو ليست مانعة جمع عفوا يعني الواقع لا ينفي أن تجتمع هذه في شخصية الداعي كل هذه الأمور عنده ولذلك الإمام عليه السلام يريد أن يبين وينبه الداعي إلى كثرة غفلات على أن هذه الأشياء هي المسببة والموجبة للحرمان من الرحمات الإلهية التي يطمح لها الداعي فيمكن أن تجتمع هذه هذه من جملتها كما يألف مجالس البطالين يكون من الغافلين في الأمثل ذكرنا يكون من الغافلين يكون من المعرضين عن الله يكون من المعرضين وهو يستخف بحق الله تعالى يكون في ذلك الوقت أيضا هو غير شاكر لأنعم الله تعالى فأنت اجمع هذه الأشياء فسيحرم ويسيء الظن نعم بالله تباره ييأس وسيكون من المحرومين وسيخلى بينه وبين أهل الباطل وأمثل ذلك وهذه كلها صفات بسبب بعض الأفعال نأتي الآن إلى مسألة الدعاء الإمام عليه السلام نبه إلى قضية أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني عندنا لفظة الحب لا لم تحب هذا واحد وعند لفظة الدعاء وعند لفظة البعد وباعدتني هذا الموضوع يحتاج شوية تأمر أولين الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل بعض المفردات حقيقة لها قيمة حقيقية لو تأمنا فيها وهي مسألة الحب الله تعالى يحب إنك تتحبب إلي دعاء الافتتاح قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم إن الله يحب مثلا المؤمن الهش الباش مثلا الله تعالى يحب أن يسمع دعاء المؤمن فإذن الله تبارك وتعالى يحب يعني هذه الصفة إلى الله تعالى موجودة قرآنيا أتحدث بعض الصفات قد العقل يقبلها على الله لكن لم يرد فيها نص يعني الآن نقبل الله تعالى علة العلل كل شيء الآن له علة في إيجاده وكلها ترجع إلى الله تعالى عقلا يمكن أن نقول الله علة العلل لكن النص ما وارد على أنه في علة العلل لا أستطيع أن أقول هذه من الأسماء الحسنة عقلا لا مانع واجب الوجود الله موجب وخالق غير خالق الله موجب الواجبات بلغة أخرى مؤيس الأيسات عن ليس مثلا العقل يقبل لكن هي من الأسماء التي ورد النص فيها الحب من الأسماء التي ورد فيها النص الشريف والله تعالى إذن يحب مقابل أن يكره عندنا حب وعندنا كراها والحب فيه آثار لأن الله تعالى عندما يحب ليست هذا الحب الناشئ من تفاعلات نفسية عندي وعندك وإنما حب الله تعالى يختلف كما هي بقية الصفات أن الله يسخط أن الله يغضب تختلف عن ما عندي وعندك آثارها نعم ممكن أن أرى الآثار لأنه عقيدتنا أن الصفات الله عين الذات كما لا ندرك الذات لا ندرك الصفات لكن هذا المقدار من الحب نعم موجود ولإنسان لا شك يحرص على أن يكون في مورد الله تعالى يحقق له وإلى الله محبة لا أعتقد أفضل من هذه الحالة موجودة والإنسان عادة يتحرى يبحث عن أسباب يريد أن يتقرب إلى أناس يتمنى أن يحبوا إلى أبويه إلى أستاذه إلى العالم الفلان يحب أن يسمع أن فلان يحبه تسمع الآن أنت من أبيك أنه إني أحبك أكيدا ستفرح من أستاذ يقول إني أحبه من عالم إني أحبه من إمام معصوم عليه السلام ولإني أحب فلانا من النبي صلى الله عليه وآله ولكن لأم النبي صلى الله عليه وآله كيف إذا كانت من الله إن الله تعالى يحب هذا العبد من جملة الأشياء الله تعالى يحب أن يسمع دعاء المؤمن يحب أن يسمع دعاء المؤمن الإمام عليه السلام في مقام كما قلنا الداعي أن تسلب من هذه التوفيقات قل لعلك لاحظ لم تحب أن تسمع دعائي مع أن الدعاء أيضا الله أرصانا به قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاء كم أدعوني أستجب لكم لاحظوا تلك الصفات الحب من الله تعالى يعني صفة الله تعالى الله هو المحب الدعاء هو الذي أمرنا به فأنا في الوقت الذي جئت أن أبين وأعرض نفسي إلى محبة الله من خلال ما أمرني الله به وهو الدعاء لم تتحقق هذه المحب ولم يتحقق الدعاء لاحظوا لعلك لم تحب أن تسمع دعائه السؤال الله سبحانه وتعالى قطعا لا يمكن أن تخفى عليه خافية لا يمكن أن تخفى عليه خافية وهذه الخافية سواء من مضمرات القلوب أو من مظهورات الجوارح يعني سواء قلت يا الله لفظا أو في داخلي أتوجه إلى الله لا تخفى عليه الأولى ولا تخفى عليه الثانية فما معنى لم تسمع هل يمكن أتصور أن الله تعالى لا يسمع لم تسمعني بحيث أنادي وأنت لم تسمع هذا يمكن أن يتصور في حق الله تعالى قطعا لا لعلك لم تحب أن تسمع دعائي الآن في حديثنا يأتي شخص إلى آخر يقول له اسمع مني ما أقول يقول لا أريد أن أسمع منك فيدير وجهه ويذهب وبالنتيجة لم يسمع منه لأنه لم يعطه مجال أن يتكلم فانحجب عن الذاهب سماع الذي يريد أن يسمع فهل الله تعالى عندما نقول لا تحب أن تسمع مني يعني لم تعطني مجال أن أتكلم فأنت لا تسمع هل هذا المراد هل هذا يتصور أو لا قطعا الله لا يحجب بشيء فالله دائما يسمع أين المشكلة التفتف في هذه النكتة أين المشكلة مشكلة أن الإنسان إذا دع الله تعالى وكان هو محلا للإجابة محلا للإجابة الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء أو يدخر له ما هو أفضل كما في بعض الرواية لكن إذا كان غير مؤمن كان منافقا أقول غير مؤمن كان ليس ملحدا لكن هو يتوجه إلى الله تعالى لكن له منافق هذا أيضا يدعو الله تعالى أيضا يدعو الله تعالى والله سبحانه وتعالى سأقرأ عليكم بعض الروايات كيف الله تعالى يتعامل مع الحالتين لأن النكتة الإمام عبر تعبير أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فماذا فباعدتني شوفوا التعبير الشريف فباعدتني لم يقل جعلتني أدعو بلا فائدة لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني كيف نجمع الله تعالى لا تخفى عليه خافيا وهنا يقول الداعي لم تحب أن تسمع دعائي فالنتيجة أنه أنت باعدتني هناك نكتة دقيقة أرجو الالتفات أول شيء نحن كلنا عباد إلى الله تعالى المؤمن والكافر وكلنا عباد إلى الله المؤمن والمناثق المؤمن والفاسق وهؤلاء المؤمن والفاسق الكل يدعو الله تعالى إما في وقت الحاجة أو دائما للإنسان هو يدعو الله تعالى يرى نفسه دائما محتاج إما وقت الضيق ووقت النفاها أيضا يدعو الله تبارك وتعالى الله تعالى كيف يتعامل مع الطرفين هذه تحتاج إلى نكتة يعني بيان شيء بالتجربة الخارجية كثير من المؤمنين يدعون الله تعالى ويتأخر أو تتأخر الإجابة عنهم وبعض المنافقين يدعو الله تعالى وتسرع الإجابة إليه إذا مدقيقين في هذه القضية هذه الأمور قد من موارد الغفلات لكن الإنسان ممكن أن ينتبه ويرى بعض مصاديق هذه الحالة موجودة يعني مؤمن يدعو الله كثيرا تتأخر الإجابة وآخر يدعو وقد تتحقق الإجابة طبعا منازل الناس تتفاوت في نكتة هذه القضية سأقرأ روايات مضمونها أبين وأقرأ الروايات الله تبارك وتعالى يهتم بالمؤمن ويدافع عنه إن الله يدافع عن الذين أملوا الله يحب المؤمن ما دام مؤمنا من جملة المحبة الله تعالى يريد للمؤمن أن يدعوه دائما لأن الله يريد أن يسمع صوت عبده المؤمن في الدعاء دائما هذه من موارد كرامة المؤمن نعم قد لا ندرك ذلك ونستعجل لكن ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي إما لعلمك بعاقبة الأمور أو لهذه النكتة على المؤمن أن يدعو بعض الرواية تقول أفضل شيء يتقربه إلى الله الدعاء نحن نحن مأمورون بالدعاء هذا الشيء الذي أمرنا الله تبارك به به أدعو ولو على شسع نعلك أو نعلك كما في الرواية أدعو ولو على هذا المقدار تقول هذا بنفسي أنا أنجزه ما قيمته الشارع مضيق لا أدعو الله تعالى دائما اجعل الاستعانة بالله تبارك وتلحظ إياك نعبد وإياك نستعين وظيفتنا أن ندعو والإنسان إذا اعتقد أن القلم جف والعمل انتهى هذا عقيدة فيه شيء لأن من موارد التقرب إلى الله وتغيير بعض الأمور هو الدعاء الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما المؤمن الله تعالى يريد أن يسمع صوته المنافق ما هو الموافق سعة رحمة لا تجيب الدعاء لكن عجل لأن صوت مكروه التفت مكروه فإذا أعطي سؤله سيذهب ولا يدعو الله تعالى سؤل تحقق فأيهما أفضل في موازين العقلائية الموازين المطلوب أيما أفضل أن الله يحب أن يسمع مني فأنا دائما في رضاه في طاعته بحيث أنا أدخلت المحبة على الله تعالى من خلال ما أدعو أو أنا أقضي أو تقضى حاجتي وأنا أكون مكروها عند الله تعالى طبعا نحن عندما نتعامل مع القضايا الحسية نفكر بالأمر الثاني غالبا الله تعالى فليستجب لي من مدة أنا أدعو بلا فائدة مؤمن هكذا مو المؤمن يعني النفس تتوق إلى سرعة الإجابة لكن ما يمكن الإنسان أن يكون دائما عجول وإن كان هاي جبل اللي مفتورين عليها الشارع المغلس يريد أن يربينا لا يمكن أن يكون الإنسان عجول وإنما أمر الله له ما هو هذه النقطة يتحرى أمر الله تعالى الله أمرنا أن ندعو وأنا أدعو أما إذا دعوت والله لم يستجب لي فأصاب بيأس والعاذ بالله دخلت من باب الرحمة وخرجت من باب اليأس غير صحيح يعني الله يريد بي خيرا لكني أنا لا أفهم أنا لا أفهم فتركت الدعاء الله تعالى يقول يا عبدي كنت تدعو كنت أحب وأنا أسمع صوتك فلماذا انقطعت هذا حقيقة مصير الداعي المؤمن لا بد أن يفكر هكذا لاحظوا الرواية الشريف رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول إن العبد الولي لله ليدعو الله عز وجل في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به اقضي لعبد حاجته ولا تعجلها فإني أشتهي أن أسمع صوته ونداءه لحظة هذه العباء أشتهي أن أسمع صوته ونداءه وإن العبد العدول لله عز وجل يدعو الله عز وجل في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به اقضي حاجته وعجلها فإني أكره أن أسمع صوته ونداءه رواية أخرى عن العالم يبدو الإمام الكاظم عليه السلام إن الله عز وجل ليؤخر إجابة المؤمن شوقا إلى دعائه ويقول صوت أحب أحب أن أسمعه دعانا ماذا يقول أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائه لاحظ الإمام ماذا يقول عن الله صوت أحب أحب أن أسمعه ويعجل دعاء المنافق ويقول صوت أكرهه روي عن الإمام أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر كان يقول إن المؤمن ليسأل إن المؤمن ليسأل الله عز وجل حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حبا لصوته واستماع نحيبه إن شاء الله تعالى في أو قال الله تعالى أواخر هذا الدعاء تقرؤوا إن شاء الله في أيام السحر يعني إن شاء الله مشتغلين به لهذا حالة العبارة نحيبة يعني الفتن الظليم حالة البكاء الإنسان إذا بكى أمام الله سيكون أقوى شيء بين يدي الله تعالى الإنسان يبكي يكون قويا جدا مع غير الله تعالى وهذه من الأمور التي تزيد الإنسان قوة ولإنسان إذا خاف الله أخاف الله منه كل شيء إنسان قوي بالله تعالى لا يملك جيش ولا يملك أسطول ولا 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 لكن هذه العقيدة الحقة وحب الله يجعله قوي الله لا يخسر شيئا بالعكس سيكسب وعندما يقرع مثلا لماذا فلان خرج واستشهد مثلا كما قال الطاغية مع زينب عليه السلام ولا كتب الله عليهم القتل فذهبوا إلى مضاجئهم تعبير راق جدا يدل على طمأنين المشكلة فيك أنت أيها الطاغ القتل راح للمؤمن لأنه على كرام وعلى سلام من دينه يخلص من الدنيا التي هي كلها هذه المآسي يذهب إلى النعيم الفاخر المقصود لاحظ أن العبد عندما يدعو لا بد أن يلتفت إلى النكتة أنه أنت في خلال دعائك محبوب إلى الله تعالى والله تعالى يحب أن يسمع صوتك الحاجة قضيت في الرواية بالحاجة قضيت لكن أجلت ولذلك أخواني بعض الروايات تشج أن الإنسان يدعو في الرخاء كما يدعو في البأس والشدة يريد الإنسان أن دائما يدعوه لأن الله يحب ذلك لغير مسألة الصلاة الصلاة الله تعالى يريد أن نصلي يحب أن نصلي لكن أن الإنسان يدعو دائما في حالة الرخاء معنى ذلك أن الله تعالى يحب أن يسمع صوته فأسمعني صوتك يا عبدي فالعبد دائما يدعو الله تبارك وتعالى وقطعا هذه في غاية الروعة لكن الإنسان عندما لا يلتفت إلى هذه النكات يرتكب أشياء قد لا تكون في مصلحتها يتحول من حالة محبة إلى الله إلى حالة كر ولعذب الله ولذلك هذا النص الشريف الإمام بينه قال صوت أحب أن أسمعه هذا الإمام عليه السلام في هذا المقطع يقول أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني إذا نحمل على أن هذا الذي يقف بيننا مملوء المعاصي فتستجاب الحاجة وهذا يبتعد عن الله تعالى بعد لا يدعو الله تعالى وكان في مورد الله يحب أن يسمع صوته قال هذه الحاجة وانصرف هذا صوت غير مرغوب فيه وطبعا هذه حالة من حالات يعني سوء توفيق هذا الداعي عندما يصل إلى هذه قلنا هذه الصفات هي يعني ليست مانعة خلو وإنما كلها قد تجتمع في هذا الشخصية الداعي كل هذه الصفات إذا إنسان فهرسها هذا سببه هذا وهذا موجب لهذا نخرج بنتيجة نبتعد عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى أعلى أول لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني لعلك بجرمي وجريرتي أعتقد تقدم في ما سبق بشكل موجز يعني أتكلم عن فقرة قلة حيائي منك جازيتني هذه من الأمور التي نبتلي بها أخواني قل ما ينجو منها أحد إلا الأوحد من الناس قال الإنسان في بعض الحالات يصاب والعاذ بالله بقلة الحياء كل مننا كل مننا عنده بعض أجارنا الله وياكم العيوب سواء الخلقية أو الخلقية لا يحب أن يطلع عليها أحد يستحي نسان يستحي متى يستحي إذا اعتقد أن هذه الحالة لا بد أن تستر فيغطيها ولذلك الجبل العقلاء عقلاء أموما يستحون أن يكشفوا عوراتهم لأن هاي من الموارد التي لا بد أن تستر وهذه الحالة عندما نأتي إلى سلوكياتنا في الأنظمة الوضعية في الضوابط العامة في القوانين التي يبينها البشار أيضا في مورد العاقد والتضامن مع الآخرين ومسألة العقود الاجتماعية لا يحب أن يخالف أي شرط وإذا خاله يحاول أن يستره لا يظهره الآخرين الجرائم التي تنتخب لا أقول جرائم ضخمة لكن تسمى جريم يعني مخالفة أيضا يحاول أن يغطيها يحاول أن يسترها فيستحي أنت كثير المخالفة يستحي من هذه العبارة في النتائج التي يتوقف عليها مثلا الفوز أو يتوقف عليها قيمة معينة إذا لم يتوفق لها يحاول أن يضمر يستحي أن يبين هذه النتيجة وهكذا فيحاول الإنسان أن يخفي الأشياء التي يرى أنها تسبب نقص في مرؤته في شخصيته فيحاول أن يخفيها في ملابسه الداخلية لا يمكن أن يخرج إلى الناس يستحي أن الناس تراه بهذا المنطب هذا هذا المقدار جيد جئنا إلى الذنوب بعض الذنوب تسقط الإنسان اجتماعيا وبعض الذنوب لا تسقط اجتماعيا فالتي لا تسقط اجتماعيا يرتكبها الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه زين الدين العاملي صاحب الروضة يذكر في بعض مؤلفات مثلا الغيبة يقول الغيبة الناس تتجنب ما تتجنبها مؤمن متدين لعنهم لماذا لأن الغيبة ناس كثير يتفكهون فيها لماذا سقط قيمت اجتماعيا فهو من يتركها لو كان مؤمنا حقا عليه أن يتركها بينما شرب الخمر مثلا اتجنب يعني ما يمكن أن يكون كيف يشرب الخمر هذا قيمة الاجتماعية نحن ابتلينا بالذنوب أن في بعض الحالات الشهوات نتغلبنا لكن إذا رأيت مراقبا من جنسي من بني جلدتي أتجنب لكن إذا خفي هذا المراقب ما موجود أرتكب هنا المفارقة كيف تكون معنى ذلك أن الإنسان أمام الله تعالى لا يستحي أنا أستحي من شخص مثلي وقد يكون مملوع عيوب ولعاذ بالله لكني لا أستحي من الله تعالى فأرتكب الذنب أمامه هذه قلة الحياة مرت عندنا سابقا في هذا الدعاء إذا تذكر الإمام يبين يقول إني إنما أرتكب يعني يريد الداعي أن يحمي نفسه لا لأنك أهون الناظرين إلي الفقرات السابقة التي مرت لا لأنك أهون الناظرين إلي لأن إذا كنت أنت أهوان الناظرين أنا يعني خسرت لكن لماذا مثلا شهوة غلبات سترك المرخى ساعدني على الوثوب لكن أنا ما عندي جرأة أريد أعصيك وأقول لأني لا أستحيك فلا بد أن أذنب هنا جزاء جزاء ناشئ من قلة الحياء تستحي من الله لا أستحي من الله وطبعا هذه العبارة أخواني عبارة الحياء وقعا هي عبارة بيها نغمة صوتية هواء المؤمن يتأثر بها فرق الآن نقول لا تحترم أنت لا تحترم الله مثلا قل أنك لا تستحي من الله قصة بشر الحافي في أذانكم حاضرة الإمام اختار مصطلح جعل بشر أصلا لا يلبس نعله كلمة هزته من الأعماق هذه الجارة عندما خرجت فضلات مجلس طرب وخرجت صادف مرور الإمام الكاظم عليه السلام سأل لها بيت ضخيم هذا البيت لمن قاتل لفلا إمام تعبير دقيق جدا سيدي قال سيدك حر أم عبد هل تفتت سؤال ما الواحد هل بيت قصير شنو حر أم عبد طبعا حر قال لها صدقتي لو كان عبدا لله لستحى منه فقط هذه العبر صدقتي عندما رجعت سألت أخرتي قلت وجدت شخصا لعله مجنون مثلا شاف هذا لبيت سألني عبدك سيدك حر أم بما أجبته قاتله كذا اتفت فعلا ليش ما يستجب من الله ركض مرة الإمام عليه السلام إلى أن أصبح بشر الحافي شيئا قل قلة الحياة من الله إنسان مرات يلتفت يعني تاغذ العبر عنها مضلات الفتن كثير يلتفت يستغفر الله تعالى إنسان غير معصوم لكن لا بد أن يلتفت يدارك دائما ما وقع فيه إلى الله تعالى في الدعاء ماذا يقول يقول يا سريع الرضا لا يوجد هكذا رب إمام الحسين فنعم الرب ربنا يقول هو بئس العبيد أنتم يا سريع الرضا هذا الدعاء الآن لا يؤيسنا يريد أن يبين الداعي لابد أن يكون مجدا في طلب ما سيأتينا لكن لا بد أن أعترف وهذه الاعترافات تجعل الإنسان ينطلق بقوة إلى الله تعالى يكون من خلص العباد لكن لا بد أن أعرف أين المشكلة تحليل القضايا مهم جدا خصوص التحليل يأتي من مصدر والنبع الصافي للإم عليهم السلام والآيات الشريفة وطريقة الإم عليهم السلام أن هذا العبد مع الأسف نقضي عمرنا في مرتع الشيطان ما لا يؤسف له بعض الرئيس تقول إنسان يؤتي يوم القيام ثلاث صناديق أمامه افتح الأول الحسنات الثاني سيئة الثالث ما هو فارغ لا فيه شيء يعاض أصبع الندم يقول يا ليته كان مع الحسنات وهذه السيئات لم أرتكب هذه أشياء مو فقط إنباءات وقائع يبينها الأمن عليه وسلم وإحنا من منا يتحمل والعاذ بالله نار الدنيا فضل عن نار الآخرة ما يمكن إحنا مجرد نسمع نار الآخرة يفترض أن حقيقة نبكي يعني إنسان مرات عنده جرأة حقيقة مرات عنده جرأة يعني لا يكترث ولكن هذه أشياء جرت عليها سنن الأولين لأما كان يبكون إمام زين العابدين كان يصفر وجهه أثناء الصلاة عندما يتوضأ جاء وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها للإنسان والإمام السجاد هكذا يقول أمر ليس سهلا نعم الإنسان لابد أن يطمح بتلك الرحمة الإلهية التي جعلها الله تعالى كما في الأمس قلنا أن هذه الرحمة تسبق الغضب إن شاء الله خصوصا في هذا الشهر المبارك نسأل الله تعالى أن لا يغلق علينا أي باب من أبواب رحمته أو لعلك بقلة حياء منك جازيتني فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي نسأل الله تعالى أن يعفو عنا يأتينا إن شاء الله تعالى بقية هذه الفقرات وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة